بالنسبة لأستاذة أمينة إن ليها بنت توفيت في العيد الصغير 15 سنة وهي بتدعي لها في الصلاة وحاسة إن هي يعني معاها في البيت أول حاجة هقولها لحضرتك وبنذكر بعض إحنا بنتواصل بالحق وبنتواصل بالصبر كما علمنا القرآن في صورة العصر ودي من الدعائم المهمة لنجاح الإنسان في حياته فإحنا هذا التواصي بالحق أول شيء هنقوله فيه إنه من يتصبر يصبره الله أعلم إنه مصاب ليس بالهيئة وليس باليسير لكن إحنا مش بنفنة يعني إحنا هي سبقت ولكي طلط العمر وحسن العمل كلنا سنقول إلى هذا المصير فالإنسان ما يبقاش نظره معلق بالدار الدنيا فقط لكن نظره كذلك معلق بالدار الآخرة وصبرك أبشري ببيت الحمد في الجنة على صبرك على هذا المصاب الغير يسير لكن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار وإحنا ما نقولش إلا اللي يرضي إن لله وإن إليه راجعون وعلى فكرة إن لله وإن إليه راجعون ذكر يقوله المؤمن في كل مصاب يصيبه مش بس مصاب الموت أي مصاب الإنسان بيتعرض له أي شدة الإنسان بيتعرض لها أي امتحان هو شايفه ثقيل أو كان تقيل عليه أوي على طول يذكر نفسه بالحقيقة والمصير اللي سأقول إليه الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يسري ويسلي عن قلبك ويجبر خطرك وبرضه بننصح الواحد ما يقفلش على نفسه في الأحزان وتمتلك الأحزان فيلاقي نفسه إيه لخبط في السعي بتاعه في الدنيا لابد من الاندماج في الأنشطة النافعة اللي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة عشان ده يخفف عنك إنك تقعدي وقت تتفكر ودي أعدى ودي رايحة طبعا هي ليست ببعيدة وهي أقرب منك من الأول فعملي الخير اللي بتعمليه ومهبلها السواب وهي تفتخر بذلك بين من انتقلوا معها وإن شاء الله ربنا يعني يتقبل منك ويصبرك أسأل الله تعالى إن ينزل عليك السكينة والطمأنينة وإنه يربط على قلبك اللهم أمين أجمعين ونساقين